تختلف الكثير من المحاصيل المعمرة بما في ذلك البن حسب طريقة زراعتها ودخمتها عندما تنضش. تشكل هذه التغيرات في شكل المحاصيل وفي هيكلها الداخلي من الفروع وكثافة أوراقها تحدياً بغية تحقيق تغطية كافية من قطرات الرش على النباتات المستهدفة. هنا الأوراق كثيفة ومتداخلة ولا يمكن للرش أن يتغلغل بسهولة. تأكد من سن المحصول أو حجمه أو مؤشر منطقة الورقة لضبط طريقة التطبيق ومن معدلات كميات المياه وإعادة معايرتها كل مرة تقوم فيها بالرش. أثناء المعايرة ستحتاج إلى ممارسة الرش بالمياه حتى تحصل على توزيع القطرات أفضل. مع المحاصيل الصعبة مثل البن يمكن استخدام ورق حساس للمياه يدل على كفاءة الرش أثناء مرحلة المعايرة ليتضح موقع القطرات داخل الشجيرات. لذلك قم بإرفاق ورق حساس للمياه يستدل به على كفاءة الرش في نقاط مختلفة داخل المجموعة الخضرية. قم بممارسة الرش بالمياه ثم يفحص الورقة لرؤية توزيع القطرات كعلامات زرقاء. الورقة الأولى تدل على عدم كفاءة القطرات، بينما الثانية تدل على صحة القطرات بشكل نسبي، والثالثة تدل على أن القطرات كثيرة للغاية. ينصح بالرش تصعودياً لأجل الحصول على قطرات داخل هذا النوع من المجموعات الخضرية، ولكن مع ضرورة اتباع الإرشادات المحلية للخبراء. احرس على عدم تطبيق الكثير من سائل الرش لأن القطرات تتجمع على أوراق البن بسبب الترصبات الكبيرة، ومن ثم تسقط من على الورقة. تحقق من مستق المبيدات الحشرية للحصول على التوجيهات المحددة بشأن رش المحاصيل. لاحظ أيضاً إنك إذا كنت من مشغلين الرشاشة وتقومون برش نفس المحصول، فقد يؤدي الرش التصعودي إلى انحراف بسبب الرياح ويشكل خطراً على الأشخاص بجانبك. احرس على حماية نفسك ومن تعمل معهم. للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام المبيدات الحشرية ومعدات الوقاية الشخصية التي ينبغي استخدامها، قم بزيارة موقعنا www.pistisidewise.com visit our website.